اهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي النهاردة حلقة جديدة لمدية العلوم تحت رعاية واشراف وزارة التربية والتعليم مين من مشاهدين الطلبة يقدر يفتكر معايا درسنا ايه في الحلقة اللي فاتت درسنا الدرس الاول بعنوان الضوء وخدنا فيه وتعلمنا ان المصدر الاساسي للضوء على الارض هو الشمس وقلنا ان مش كل الاشاعة اللي تصدر من الشمس نقدر نشوفها بعنين اشاعة واحدة بس او نوع واحد بس تقدر العين البشرية تميزها وهو الطيف المرئي وقلنا ان الطيف المرئي ده هو طاقة الضوء التي يمكن رؤيتها تمام بعد كده قلنا ان فيه مصادر متعددة للضوء مصادر طبيعية ومصادر صناعية المصادر الطبيعية كانت بتتلخص في الشمس والنجوم اما المصادر الصناعية كانت ما قبل القهرباء وما بعد القهرباء ما قبل القهرباء كانت الشمس والشمع اسفة والنار والمصباح الكيروسيني بعد اختراع القهرباء اصبحنا بنستخدم مصادر صناعية في المنازل وفي المكاتب وفي كل مكان اللي هي المصابيح الكهربية والكشاف الكهربية بعد كده بدأنا رحلة فهم وتدريس خواص الضوء وقلنا خواص الضوء مهمة علشان نفسر بعض الظواهر الطبيعية وكمان عشان نطبقها بعد تطبيقات الحديثة التكنولوجية اللي بتساعدنا في حياتنا اليومية خدنا كام خاصية للضوء؟ خمسة اول حاجة كانت الضوء يسير فيه خطوط مستقيمة دي كانت رقم واحد رقم اتنين الضوء ينفذ خلال البواد المختلفة النهاردة ان شاء الله هنستكمل اخر ثلاث خواص للضوء وهي ان الضوء يستطيع ان ينعكس الضوء يستطيع ان ينكسر الضوء يستطيع ان يتحلل او ينقسم تمام اول واحدة النهاردة معانا انعكاس الضوء حد قبل كده سأل نفسه كيف تتم رؤية الاشياء من حولنا؟ يعني ازاي انا شايف المكتب وشايف السمارت بورد ازاي شايف الحاجات دي؟ كيف تتم رؤية الاشياء؟ هل بالعين فقط؟ ام بالضوء فقط؟ طيب خلينا كده ماشيين مع بعض بالراحة افرد انك في غرفة مظلمة يعني مثلا الكهرباء قطعت او اي حاجة حصلت وحصل ان فيه ظلام دامس هل تستطيع رؤية الاشياء؟ الاجابة بالطبع لا طيب ازاي ما هو انت لسه حد الوقتي تمتلك عين ازاي مش شايف مع انك لسه عندك العين عشان مفيش ايه؟ عشان مفيش ضوء يبقى انا عندي رؤية الاشياء بيشترك فيها الضوء والعين البشرية طيب الضوء وظفته ايه؟ انه هو ينعكس لذلك تتم رؤية الاشياء من خلال انعكاس الضوء ازاي؟ انا دلوقتي الضوء سقط على المكتب المكتب عكس الضوء ده على عيني فتمت الرؤية يبقى رؤية الاشياء بتتم عن طريق انعكاس الضوء انعكاس الضوء ازاي؟ الضوء بيسقط على الاشياء ثم الاشياء نفسها بتعكس هذا الضوء على العين فتتم الرؤية هو ده ايه؟ رؤية الاشياء فعندما يسقط الضوء على الأشياء الموجودة حولنا فإنها تعكس الضوء الساقط على العين فتتم الرؤية ونرأ الأشياء الموجودة حولنا طيب مثال كمان عشان نفهم يعني إيه نعكاس الضوء دلوقتي ماذا يحدث إذا نظرت إلى المرأة طبعا السؤال سهل جدا وكلكم هتجاوبوا عليه وتقولوا إيه أكيد هشوف يا ميس وجهي صح كده تمام هو بالضبط اللي حصل إن احنا أول ما نبص في المراية بنرى وجوهنا لماذا لازم نسأل نفسنا السؤال ده أنا ليه شايف وشي في المراية نفس الإجابة لأن الضوء الصادر أو المنعكس من وشي وسقط على المرأة فالمرأة عكسته على عيني فأنا شوفت تفاصيل وجهي كلها بوضوح بسبب إنعكاس الضوء من هنا نقدر نستنتج تعريف إنعكاس الضوء إنعكاس الضوء يا أولاد هو ارتداد الضوء طب يعني إيه كلمة ارتداد بالعربي؟ لغة العربية رجوع ارتداد بمعنى رجوع ارتداد يعني رجوع الضوء أو الأشاعة الضوئية عند سقوطه على سطح عاكس فحد يسألني يقول لي طيب تمام المراية أكيد سطح عاكس فأنا بشوف صورتي فيها هل كل الأشياء اللي حوالينا دي أسطح عاكسة؟ هقول له آه كل الأشياء أسطح عاكسة ولكن بدرجات فمثلا لو كان السطح العاكس ده لامع وناعم زي المرآة كده فهو بيظهر الصورة عليه بوضوح وبيتم إنعكاس الضوء بشكل منتظم وبنوصل لأول نوع من أنواع إنعكاس الضوء وهو الإنعكاس المنتظم طيب لو كان السطح العاكس ده خشب أو أي سطح خشن ومش لامع ولا حاجة إيه اللي هيحصل؟ الأشاعة هتنعكس بس في اتجاهات مختلفة ومش هيتم رؤية الأشياء عليها قوي بس على الأقل هيتم رؤية العين للأشياء وهيبقى اسمه إنعكاس غير منتظم دلوقتي أنا وصلت أنواع إنعكاس الضوء اتنين الإنعكاس المنتظم والإنعكاس الغير منتظم الإنعكاس المنتظم اللي هو إيه؟ سقوط الضوء على المرآة تمام؟ ليه المرآة؟ لأنها سطح عاكس لامع وناعم فبيحصل إيه؟ بينعكس الضوء في اتجاه واحد فبتظهر عليه صورة الأشياء كلها بوضوح تمام؟ فبتظهر عليه الأشياء كلها إيه؟ بوضوح ده الإنعكاس المنتظم طيب بالنسبة للإنعكاس الغير منتظم لا استطح العاكس بيبقى خشن وغير ناعم وغير اللامع فبتنعكس الأشياء الضوءية في اتجاهات متعددة تتشتت تمام؟ فبيبقى اسمه إنعكاس غير منتظم أهو إنعكاس منتظم وإنعكاس غير منتظم والإنعكاس المنتظم عندما يسكر الضوء على الأسطح النعيمة زي المرآة طبعا هنا في سؤال مهم جدا بيجي لنعلل صورتنا في المرآة المستوية ليه بتظهر صورة وجهنا أو صورة أجسامنا في المرآة طبعا ده نتيجة إنعكاس الضوء بشكل منتظم في اتجاه واحد آخر معلومة عندنا في إنعكاس الضوء هي المسافة المسافة ما بين الجسم والمرآة والمسافة ما بين الصورة والمرآة أنا ليه بشوف حجمي في المرآة متساوي لحجمي في الحقيقة لأن المسافة ما بين جسمي والمرآة بتساوي المسافة ما بين صورة الجسم والمرآة تمام؟ يبقى أنا كده غطيت كل التفاصيل المتعلقة بإنعكاس الضوء آخر حاجة أهم سؤال في النقطة دي أول سؤال عندنا فعلل كيفية رؤية الأشياء علل رؤية الأشياء ليه بنشوف الأشياء؟ كيف نرى الأشياء؟ بسبب إنعكاس الضوء على العين فتتم الرؤية تمام؟ طيب دي أول علل عندنا تاني علل عندنا صعوبة الرؤية في الغرف المظلمة ليه ما بنشوفش كويس في الغرف المظلمة؟ لعدم موجود إنعكاس للضوء تمام؟ آه إحنا بساعتها بنملك أعيننا لكن ما بيبقاش فيه ضوء ولا إنعكاس للضوء طيب تمام؟ نيجي بقى لآخر سؤال علل عندنا علل كيفية رؤية وجوهنا في المرآة ليه بنشوف وجوهنا في المرآة؟ أو بنشوف نفسنا في المرآة بسبب الإنعكاس المنتظم للضوء؟ طيب إحنا جدا خلاص غطينا كل التفاصيل المتعلقة بإنعكاس الضوء تعالوا مع بعض تاني نفكر ونفتكر مع بعض إيه هي خواص الضوء أول حاجة كنا بنقول عليها الضوء يسير فيه خطوط مستقيمة تاني حاجة كان الضوء ينفذ من خلال المواد المختلفة مواد الشفافة والنصف الشفافة والمعتمة تالت حاجة عندنا كانت إنعكاس الضوء ورابع حاجة ودي اللي احنا هندرسها دلوقتي هي انكسار الضوء انكسار الضوء ظاهرة بندرسها وبنلاحظها في أوقات كتير يعني مثلا احنا النهاردة هو في بداية الدراسة وراجعين بالأجازة وناس كتير مننا راحت على البيتش وناس كتير راحت تصيف وكانوا بيجروا على الرمل وبيدخلوا باندفاع نحو المياه بتاعت البحر احنا عندنا أوصات شفافة كتير زي الماء والهواء والزجاج ماذا يحدث إذا انتقل الضوء من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر اللي بيحصل إنه سرعته بتقل أو بتزيد فبالتالي بينحرف عن مصاره أو بيغير اتجاهه تمام؟ فاحنا عندنا أول ظاهرة بنشوفها بنشوفها لو حطينا ألم جوه كوباية مية اللي بيحصل يبدو منكسرا وده السؤال دايما اللي بنسأله بابا وماما ليه الألم شكله مكسور في كوباية المية فبنقول إن الجزء المغمور من الألم في كوب الماء ده بيبقى الضوء بيمشي فيه في المية مش في الهواء فسرعة الضوء في الماء أقل بكتير من سرعته في الهواء فأول ما الضوء بيكتاز السطح الفاصل ما بين الماء والهواء سرعته بتقل ويبينحرف عن مصاره أو بيغير اتجاهه فبيباني الجزء المغمور في المية كأنه أقرب شوية كأن ده الألم مكسور تمام؟ طيب تعالوا نعرف يعني إيه انكسار الضوء من اللي احنا شرحنا انكسار الضوء هو تغير في اتجاه الأشعة الضوءية إمتى؟ لما الضوء يفكر يكتاز منطقة أو خط فاصل ما بين مادتين شفافتين يعني مثلا ماء وهواء زجاج وماء فسرعته بتتغير فاتجاهه بيتغير تمام؟ يبقى أنا عندي انكسار الضوء هو التغير في اتجاه أشعة الضوء عندما تكتاز السطح الفاصل بين وسطين شفافين طيب عشان كده حتى في حود السمك بنلاقي السمكة قريبة مع إنها تحت شوي طيب يحدث انتقال انكسار عفوا انكسار الضوء عندما ينتقل بين وسطين شفافين ليه؟ قلنا لأن سرعة الضوء في الهواء أكبر سرعة الضوء بينتقل في الهواء سريع جدا بس أول ما بينتقل من الهواء إلى الماء سرعته بتقل يعني سرعة الضوء في الهواء أكبر من سرعة الضوء في الماء وسرعة الضوء في الماء أكبر من سرعة الضوء في الزجاج يبقى على حسب الوسط بيتحدد سرعة الضوء تمام؟ طيب هنا علل المشهورة جدا ومهمة جدا في الدرس يبدو القلم منكسرا في كوب من الماء ليه؟ بسبب انكسار الضوء بسبب انكسار الضوء ليه الضوء بينكسر؟ لأن سرعته بتختلف بتختلف في الأوساط الشفافة المختلفة من ماء أو هواء أو زجاج طيب احنا دلوقتي خدنا انعكاس الضوء وانكسار الضوء وكده يبقى احنا غطينا أربع خواص من خواص أو خصائص الضوء تعالوا بينا بقى نشرح وندرس آخر خاصية من خواص الضوء وهي تحليل الضوء تعالوا بينا يال تحليل الضوء وهو آخر خاصية من خواص الضوء الأبيض أو الضوء المنبعث من الشمس هسألكوا سؤال فكروا فيه شوية عشان إجابته تابته سهلة بس هو إجابته محتاجة تفتير الضوء الصادر من الشمس اللي هو ضوء الشمس بيتكون من كام لون طبعا كل الولاد والبنات هيجاوبوا علي طبعا لون واحد اللون الأبيض الإجابة للأسف خاطئة الضوء الشمس أو الضوء المنبعث من الشمس لا يتكون من ضوء واحد ولا هو أصلا نون وأبيض دي مفاجأة طيب إزاي أثبت كده حد قبل كده لاحظ أو بس في السماء أثناء وبعد هطول الأمطار إيه اللي بيحصل؟ طبعا بنلاحظ أحلى ظاهرة بتحصل بعد سقوط المطر وهو قوس قزح طيب حد سأل نفسه ليه بيتكون قوس قزح؟ قوس قزح يا أولاد هو الضوء الأبيض بعد ما انقسم إزاي بقى؟ قطرات الماء اللي موجودة في السماء دي بيعدي من خلالها ضوء الشمس أول ما بيعدي من خلالها كده بيبتدي ينقسم أو يتحلل لسبع ألوان بنسميهم ألوان الطيف السبعة اللي هم أحمر، برتقالي، أصفر، أغدر، أزرق، نيلي، بنفسجي يبقى إحنا عندنا ضوء الشمس في وجود شيء بيحلله زي قطرات الماء وجهاز معين دلوقتي هنقوله بنقدر نكتشف أن الضوء الأبيض ده ميكس، خليط من سبع ألوان اللي هم ألوان الطيف السبعة اللي بيكونوا قوس قزح في السماء فإحنا دلوقتي لو عندنا تجربة علمية في المعمل وعندنا جهاز بدأت قطرات الماء ده الجهاز ده عبارة عن جهاز دجاجي اسمه المنشور الدجاجي المنشور الدجاجي ده جهاز بنعدي من خلاله الضوء الأبيض اللي هو ضوء الشمس الأبيض بنلاقيه بيحلل الضوء إلى سبع ألوان من خلاله وكمان لو حطينا حائل أو صبورة أو حيطة بيضة عن ناحية تانية هيتكون عليها السبع ألوان بنلاحظ أن السبع ألوان بالترتيب أحمر، أصفر، أغدر، أسفا أحمر، برتقالي، أصفر، أغدر، أزرق وفي الآخر نيلي وبنفسجي الأحمر بيكون عند قمة أو رأس المنشور الدجاجي أما البنفسجي بيبقى عند قاعدة المنشور الدجاجي بالترتيب لأن كل لون من دول لطاقة محددة طب ياميس هو أنا لو رجعت عملت ميكس للسبع ألوان تاني هل هيرجوا أبيض تاني؟ أيوة فعلا لأن في الأول في الآخر هو بيظهر لعيني في العادي على أنه ضوء أبيض يبقى أنا عندي تحديد الضوء تعريفه أن الضوء الأبيض أو ضوء الشمس بيتكون من سبع ألوان السبع ألوان دول بيسموا بألوان الطيف وهم الأحمر والبرتقالي والأصفر والأغدر والأزرق والنيلي والبنفسجي تمام؟ إزاي بنعرف نحصل عليهم عن طريق لأما ظاهرة طبيعية زي ظاهرة قوس قصح أو أننا بستخدم جهاز زي المنشور الزجاجي علشان أحلل بيه الضوء إلى الألوان السبعة زي ما باين عندنا كده في الصورة المنشور الزجاجي لو سألنا نفسنا يعني إيه منشور زجاجي ثلاثي هو أداة تستخدم في تحيير الضوء الأبيض إلى سبع ألوان والسبع ألوان دول على فكرة بيجي كتير في سؤال اكتب المصطلح العلمي ما هي السبع ألوان التي يتكون منها الضوء؟ فطبعا بنقول إن هي ألوان الطيف في سؤال ثاني برضو مهم جدا بيجي فعلل لماذا ينقسم الضوء الأبيض؟ وعندنا أقرب الألوان إلى رأس المنشور هو الأحمر وأقربها للقاعدة هو قلب نفسك تعالوا بقى مع بعض يلا نشوف ألوان الطيف دي إحنا عرفنا إن هي تتكون من سبع ألوان وعند مرور الضوء الأبيض خلال المنشور بيتحلل إلى ألوان الطيف السبعة وعندما تتجمع هذه الألوان السبعة تاني بيتكون تادي معانا الضوء الأبيض حد بقى ييجي يسألني يقول لي طيب أنا الوقتي قوس قزح ده إيه موضوعه؟ يعني ليه بتتكون السبع ألوان في السماء أثناء وبعد سقوط الأمطار؟ قوس قزح هو ظاهرة طبيعية الظاهرة طبيعية دي بتحصل نسيجة إن قطرات المطر دي أولادي الصغيرة خالص المعلقة في الهواء تعتبر كل واحدة منها على حدة منشور زجاجي فبالتالي عند مرور ضوء الشمس من خلالها بينقسم للسبع ألوان فبيظهر في السماء على هيئة قوس وبيتتكون من سبع ألوان فهو بعد نزول المطر بيتحلل الضوء عندما يمر الضوء الأبيض من خلال قطرات المطر زي بالضبط بالضبط لما بيمر الضوء الأبيض من خلال المنشور الزجاجي يعني قطرة المطر بتعمل على إنها منشور زجاجي معنى كده هو زي ما احنا قلنا إن الضوء الأبيض هيدخل المنشور هينقسم إلى سبع ألوان الطيف اللي هي ألوان الطيف السبعة لو تم مزج الضوء السبع ألوان مرة أخرى من خلال منشور زجاجي آخر سيتم إنتاج الضوء الأبيض مرة أخرى تمام؟ لأن الضوء الأبيض بيتكون من سبع ألوان بنتم تحليله إلى سبع ألوان ولو مزجنا الألوان السبع مرة أخرى سيتم إنتاج الضوء الأبيض يلا بينا نكمل درسان دلوقتي بقى هناخد معانا فيديو مفصل من بنك المعرفة عن تحليل الضوء والضوء الأبيض الأهداف للدراسة الطيف المرئي لتجسيد النتائج بمساعدة قرص نيوتن كلنا رأينا قوس قزح جميل لو أن ضوء الشمس يكون أبيض كيف يتكون قوس قزح من سبع ألوان في عام 1660 السيد إسحاق نيوتن توصل لتجربة دراسة ضوء الشمس دعنا نجري نفس التجربة خذ منشورا زجاجيا مثلث الشكل متساوي الأضلاع وضعه على منضضة ضع شاشة بيضاء على أحد أجناب المنشور ضع ضوء الشمس أو ضوء أبيض ليسقط على الجانب الآخر من المنشور لاحظ الصورة المتكونة على الشاشة البيضاء إنه يتكون من سبع ألوان لها أطوال موجات مختلفة هذه الحزمة من الألوان السبعة تعرف بالطيف المرئي وبطريقة أخرى يسمى الضوء المرئي أشعة الشمس تشمل على مختلف الإشعاعات الكهرومغناطسية والتي تكون الطيف الكهرومغناطسي الطيف المرئي هو الجزء الأصغر من الطيف الكهرومغناطسي في الطيف المرئي الألوان مرتبة من اليسار بالترتيب البنفسجي، النيلي، الأزرق، الأخضر، الأصفر، البرتقالي، والأحمر وتعرف عموماً ضيب جيور بالحروف الأولى من أسمائها باللغة الإنجليزية تمام؟ احنا دلوقتي أخذنا فيديو أو شفنا فيديو بيتكلم على الطيف المرئي اللي موجود في مجموعة أشعة التي تنبعث من الشمس واللي هي بيتكون من سبع ألوان الطيف بكده يا ولاد نكون درسنا بالتفصيل خواص الضوء الخمسة الضوء يسير في خطوط مستقيمة الضوء ينفذ خلال المواد المختلفة الضوء يستطيع أن ينعكس فنال الأشياء من حولنا والضوء يستطيع أن ينكسر أو ينحرف عن مصاره وآخر حاجة الضوء الأبيض يتكون من سبع ألوان رائعة من ألوان الطيف السبعة بكده نكون خلصنا درسنا الدرس الأول في مدية العلوم للصف الخامس الابتدائي إن شاء الله بالتوفيق للجميع وإلى اللقاء في الحلقة القادمة